ياسمينا كراجا فيلم كي رابشر والذي يمكن ترجمته بتمزق يتتبع رحلة مجموعة من اللاجئين السوريين وهم يبحثون عن حمام السباحة في إحدى المدن الكندية التي منحتهم النجوء قصة بسيطة جداً ولكن المثير هو أن الممثلين جميعهم هم من اللاجئين حدثين عن هذه الجزئية أنا كنت حابة أروح وأشتغل مع ناس حقيقين مع مجتمعات موجودة بكندا بس أقول لك الصراحة الفكرة شوي إجت بالصطفة كمان أنا كنت بدي أعمل فيلم مختلف بحكي عن اللغة وبأثناء البحث تاعي تعرفت على أسعد العريض اللي هو واحد من الممثلين بالفيلم وسألته إنت لما جيت على كندا أول يوم شو عملت فكنت متوقعة قصة معينة بس هو حكالي بصراحة كنا كتير شوبانين أنا وأخوي ويعني قضينا اليوم عم نحاول نلاقي بركة سباحة نسبح فيها فأنا قلت له أن فكرتك شكلها أحسن من فكرتي فخلينا نعمل فيلم مع بعض وبلشت مع أسعد يبدو أن لك اهتمام خاص بالصدمات النفسية أو التروما وموضوع الهوية وهذا ينطبق على اللاجئين أيضا أنا صراحة كنت متوقعة أنه الصدمات اللي بتصير أن الحرب دائما قصة كبيرة وفيها الدراما كبيرة وفيها وهذا إشي حقيقي وموجود بس من الوقت اللي أنا قضيته مع أسعد وسلام وحسين ووزيرة اللي هم يمثلوا معي بالفيلم اكتشفت أنه هي اللحظات البسيطة اللي نحن بنكون عم نحاول نتمرد فيها على الواقع تاعنا اللي جد بتفرجي الكونكشن أو علاقة التروما بالهوية فإشي بسيط أطفال بس بدهم يعيشوا بدهم يطلعوا يدوروا عبر كتسباحة كيف إشي هالقد بسيط ممكن يطلع كل هاي الصدمات اللي هي مخبة يعني اللي نحنا أو الناس جنر اللي منحبش نحكي فيها يعني يا سليم شو مسبح يا عبر انجليزي؟ مسبح؟ ايه؟ خلص أنا بالشحرة خلص أنا بالشحرة ليز مسبح مسبح مسبح؟ مسبح مسبح أنت قمت بتدريب الممثلين بنفسك وألاحظت أن أداءهم يتأرجح ما بين التلقائية والافتعال ولكنك تركتيهم يعني هل كان ذلك مقصودا؟ بصراحة أنا ما كنت بديهم يمثلوا يعني هاي الحقيقة أنا كنت بديهم يكونوا حالهم وحتى الأدوار اللي نحنا نأيناها واشتغلنا فيها مع بعض كانت مزيج من مين هم في الحقيقة ومين حابين يكونوا فهاي العلاقة بين الواقع اللي ممكن يكون سيء أو مؤلم وبين الخيال اللي هو فيه الفرح والسعادة وكل الأمور الحلوة فكان بدي يعني أنا كنت عم بدور على إشي حقيقي حتى لو كان على الإكسبنس أوف نحنا شو منعتبر على حساب شو نحنا منعتبر أنه هذا تمثيل صح يعني أنا بس كنت بديهم يكونوا حالهم وبدي ألتقتهم في مكانهم وبأحسيسهم الطبيعية وبحركاتهم العفوية أنت ذكرت شيء في غاية الأهمية هو أن التمثيل منحهم الفرصة أن يتخيلوا ماذا يريدون أن يكون وهذا يعني في غاية الأهمية بالنسبة للمراهقين أنا بلاقي أنه كتير مهم يعني بلاقي أنه التمثيل وبلاقي أنه الفن مهم كتير بمعالجة الصدمات النفسية اللي نحنا يعني بدنا نخبيها وبدنا ما نتطلع فيها فالشغل اللي كنا عم نعمله بربتشر مع أسعد وحسين وسلام ووزيرة كتير منه زي ما حكتلك كان مش بس عن الواقع بس عن الخيال مش بس مين هم بس مين هم حابين يكونوا فحكينا بالpotential حكينا بالمستقبل حكينا بالأمل وهذا إشي مهم وبتعرف التمثيل الإشي النسب إلي كمان قوي فيه إنه بيحرر الشخص أو اللي هو غير ممثل من خوف إنه يعبر عن حاله بطريقة حرة يعني نحنا لما كنا منمثل ما كنا مش زي الأفلام الوثائقية بقول له هاي الكاميرا وإحكيلي مصاعبك وإحكيلي آلة يعني ما كان هاد هو الأسلوب بالعكس نحنا كنا نحكي إنه هاي شخصيتك وقدي من الواقع بدك تشارك مع العالم ومع الناس وقدي ما بدك وقدي دك تخلي لنفسك وقدي بدك تزيد فيعني أنا من تجربتي الشخصية كان إشي كتير حلو وشفت الفرق فيهم قبل ما صورنا الفيلم وبعد ما صورنا الفيلم اشتركوا في القناة